صالح مصفر الشاعر اسم جديد ظهر في التقرير الصادر مؤخرا عن لجنة الخبراء الدوليين التابعة للأمم المتحدة تقرير اللجنة قال إنه كشف عن شبكة ضالعة في تحويل الأموال التي يتم استطوع عليها من ممتلكات المعارضين لحكم الميليشيا من سياسيين وبرلمانيين ورجال أعمال وتجار وشركات خاصة أشار التقرير أيضا إلى أن الجهة الضالعة في هذه الشبكة المعنية بالبسط على أموال وممتلكات المعارضين هي اللواء صالح مصفر الشاعر أحد تجار السلاح البارزين ويوصف بأنه الذراع الاقتصادية لزعيم الميليشيا حيث يرتبط بصلاة وثقة مع عبد الملك الحوثي عين الشاعر أواخر العام 2017 حارسا قضائيا على الأموال والأصول التي يتم استطوع عليها من ممتلكات المعارضين الشاعر وبتكليف من الحوثيين بسط سيطرته على شركات خاصة ومؤسسات مدنية وجامعات تعليمية منها جامعة آزال والعلوم والتكنولوجيا والمستشفى التابع لها إضافة إلى السطو على أموال منظمة مدنية تعنى بشؤون الطفولة رسائل واضحة من الحوثيين بأن صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتهم ليست آمنة المواطن خائف والتاجر أيضا خائف وحتى العاملون في المؤسسات المدنية